عقد وزير الاقتصاد والتغطية التنموية انجيتو تيريليمباي مؤتمر صحفيا حيث تحدث من خلاله عن آخر التحضيرات للطاولة المستديرة التي سوف تنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس محمد حسن آدم والمديد من التفاصيل استعدادا لتنظيم الطاولة المستديرة لحجد الموارد المالية لتمويل الخطة الوطنية للتنمية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس مطلع سبتمبر أيلول القادم جاء تنظيم هذا المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع بأض من أعضاء الحكومة مع ممثلي وسائل الإعلام العام والخاصة حيث أشار المؤتمرون بأن هذه التاولة المستديرة ستسمح للبلاد تنفيذ البرامج والاستراتيجيات التي تمهد الطريق لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 مؤكدين بأن خارطة الطريق هذه هي بمثابة المبادرات التي من شأنها تريد الحكومة توطيد السلام والاستقرار وتحقيق الرفاهية لشعب الشادي عبر التنمية المستدامة كما أن هذه الخطة شملت على العديد من المشاريع الهامة والقطاعات ذات العولوية كالتربية والتعليم والصحة وتنمية العالم الريفي فضلاً أن توفير المياه الصالحة للشرب والطاقة وتعزيز الإدارة الرشيدة وفتح مناق أعمال ملائم لجلب المستثمرين العجانب مع الأخذ بعين لعتبار ترقية قطاع المرأة والشباب باعتبارهم الركيز الأساسية لشرائح المجتمع هذا وكما تداخل السحفيين بأسئلة واستفسارات حول موضوع المؤتمر وأجاب عليها المؤتمرون بشفافية ووضوح ونشير بأن إعداد هذه الخطة الوطنية تمت بمشاركة القطاع الخاص والشركاء الفنيين والمانحين وجمئيات المجتمع المدني افتتح وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف ورشت حول اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة طاعون الأغنام بحر الدين عبد الشافدود والمزيد من التفاصيل انطلقت فعاليات ورشة العمل لإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة طاعون الأغنام في شات وذلك بحضور عدد من المختصين من الخبراء والفنيين بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني هذا وقد تحدث عدد من الممولين والمانحين لهذا المشروع الذي كانت من أولويات فخامة رئيس الجنهورية إدريس دابي إتنو في تنمية الثروة الحيوانية وتوفير الأمن الغزائي في البلاد أذكر بأن بلادنا قد شاركت بفعالية في أعمال مؤتمر أبي جان المنعقد بتاريخ 31 مارس 2015 والذي أجيزت فيه الاستراتيجية العالمية لمكافحة طاعون الأغنام من هذا المنطلق فإننا نؤكد حرصنا على تفعيل وتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع بدعم شركائنا الفنيين والماليين هذا الحرص يترجم على أرض الواقع التوجهات الجديدة للحكومة في مجال ترقية وتنوء الاقتصاد الوطني وكذلك تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وفقا للنظرة 2030 وللإشارة فإن وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف طالب المشاركين أن يهتموا بدراسة الأجندة المتعلقة بهذا المشروع ويخرج بنتائج إيجابية من أجل مصلحة الوطن والمواطنين